لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله حجاج بيت الله وصلنا إلى سنن الطواف وصلنا إلى سنن الطواف قال من سنن الطواف الاطباع وهو أن يدخل إزاره تحت إبطه الأيمن ويكون من كبه الأيمن مكشوفا يحديث يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طافى مطبعا الاطباع إخواني أن تكشف كتفك الأيمن تأخذ الإزار من تحت الكتف وتأخذ طرفه على من كبك الأيسر وتطوف سبع أشواط بهذا الشكل لكن انتبه بارك الله فيك إذا أذن المؤذن وأنت تطوف مطبعا وقيمة الصلاة فاستر كتفيك استر كتفيك بارك الله فيك وأن تصلي وأنت مكشوفة الكتف قال أيضا من السنن تقبيل الحجر تقبيل الحجر الأسود قال لحديث زيد بن أسلم عن أبيه قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر وقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبلك ما قبلتك لكن انتبهوا بارك الله فيكم انتبهوا هذه سنة وهذه السنة إن أدت إلى محرم فأصفحت لا تجوز محرمة يعني المرة إذا أرادت أن تدخل لتقبيل الحجر وعلمت يقينا بأن شعرها سيكشف فيحكم عليها أن تقبيل الحجر انتبهوا بارك الله فيكم كثيرا أن النسوة مع كل أسف يزاحمنا الرجال والرؤوس تكشف مع كل أسف وهذا رأيته بعيني إخواني فهونا نقول هذه السنة أصبحت لا تجوز انتبهوا إذا كانت ستؤدي إلى محرم يقينا وإياك وأن تزاحم الناس وأن تؤذي الناس لتقبيل الحجر هي سنة كما قلت لكم بارك الله فيكم أن يسر الله لك أن تقبل قبل ما يسر الله لك ما كلفت بهذا نعم ومن السنين أيضا إخواني السجود عليه السجود عليه بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر وسجد عليه ثم عاد فقبله وسجد عليه ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل اسمعوا يا رخوا اسمعوا هكذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل إذن اتباع معه ابتداء ما يفعل الأمور من تلقائي أنفسهم إنما هو اتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم قال أيضا من السنة التكبير عند الرقن التكبير عند الرقن لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالبيت على بعيده كلما أتى الرقنة أشار إليه بشيء كان عنده وكبر إذن من السنة أنك إن وصلت إلى البيت تشير بيدك وتكبل ثم تمضي دون أن تقف دون أن تقف وكثير من الإخوة الحجاج مع كل أسف يقفون محاذاة الحجر ويرفعون أيديه وما كذا يتوجهون إلى الحجر يقولون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم ينترقون ومنهم من يدعو ويسببون ازدحام وغدا ترون هذا الأمر فإياكم ان تفعلوه بعدك الله فيكم عندما تصل محاذاة الحجر قل الله أكبر وامضي بعدك الله فيك نعم قال أيضا الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من الطواف الأول كما ذكرت لكم من الطواف الأول دي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول رمل ثلاثا ومشى أربعة من الحجر إلى الحجر إذن الرمل يكون في الأشواط الثلاثة فقط ومن الطواف الأول نعم أيضا قال استلام الركن اليماني يحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال لم أرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستلم من البيت إلا ركنين اليمانيين إذن يستلم الركن استلاما فقط تستلمه بيدك وتنضي لا تقبل ولا شيء إطلاقا ولا تتلمس به ولا تتبرك به إطلاقا إخواني هذا ما يجوز فقط إلمس الحجر بيدك وانضي إن يسر الله عز وجل لك أيضا قال من السنة أن يدعو بين الركنين بهذه الدعوة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرية حسنة وقنا عذاب النار عندما تصل بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود تدعو بهذا الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرية حسنة وقنا عذاب النار أدود أن ننبه هنا يا إخواني أنه ليس هناك دعاء لكل طواف ليس هناك دعاء لكل طواف في الكتب أدعية أذكار دعاء الشرط الأول دعاء الشرط الثاني دعاء الثالث هذا غير مشروع إخواني ادعو الله بما شئت بما يوسر الله عز وجل لك ادعو نفسك لإخوانك لأحبابك وليما أوصاك واستوساك نعم بارك الله فيك قال أيضا من السنن صلاة وركعتين بعد الطواف خلف المقام الحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فطعف بالبيت سبعا ثم صلى خلف المقام ركعتين وطعف بين الصفى والمروى وقال لقد كان لكم في رسول الله إصوة حسنة صلى الله عليه وآله وسلم إذن من السنة عند الانتهاء من الطواف أن نصلي ركعتين عند مقام إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة وأزكى التسليم وعن تيسر ذلك أن لم يتيسر تصلي في أي مكان في البيت نعم قوم من السنة أيضا أن يقرأ عند المقام قبل الصلاة قبل أن تصلي تقف تريد أن تصلي تقرأ من السنة أن تقول واتخذ من مقام إبراهيم مصلى نعم قبل أن تصلي تخف تقول واتخذ من مقام إبراهيم مصلى قال وتقرأ في ركعتين الكافرون والإخلاص في حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما انتهى إلى مقام إبراهيم عليه السلام قرأ واتخذ من مقام إبراهيم مصلى ثم صلى ركعتين وكان يقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون قال أيضا من السنة التزام ما بين الرقن والباب التزام ما بين الرقن والباب لأن يضع صدره ووجهه وزراعيه عليه يا حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال قفت مع عبد الله بن عمر فلما فرغنا من السبع ركعنا في دبر الكعبة فقلت ألا تتعوذ بالله من النار قال أعوذ بالله من النار قال ثم مضى فاستنى مرلقنا ثم قام بين الحجر والباب فألسق صدره ويديه وخده إليه ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل أسمعتم أيها الإخوة هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل إذن ما يفعلون إلا ما فعله نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم نعم بارك الله فيكم تلسق صدرك ووجهك وخدك ويديك على هذا المكان ما بين الحجر والباب تلسق تقف هنا وقفة الزليل بين يديه مولاك جل في علاك تتذلل بين يديه سبحانه وتعالى نعم بارك الله فيكم ومن السنين أيضا بارك الله فيكم الشرب من ماء زمزم وغسل الرأس به بحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعله مطلق العبودية ما يفعلون إلا ما فعله نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم ما يبتدعون ولا يختدعون مع أنهم كانوا أتقى الناس وأصفى الناس وأفضل الناس بعد الأنبياء ومع ذلك كانوا يتمسكون بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يتجاوزون أوامره عليه وآله الصلاة والسكى التسليم هكذا فنكم بارك الله فيكم نقف هنا بارك الله فيكم لنتكلم عن سنن السعي في اللقاء القادم بإذن الله عز وجل أسأل الله أن يوفقني وإياكم مما فيه رضا وأسأل الله أن يبلغكم تلك المنازل وأنتم على خير حال وأسأل الله أن يحرم من حرمني الحج هذا العام أسأل الله أن يحرمه بقدرته جل في علاه وأن ينتقم ربي من كل ظالم اللهم آمين اللهم آمين والحمد لله رب العالمين